طبعاً أكو مادة بالقانون يعني قانون الدفاع المدني 44-6-2013 المادة 35 يكون مدير الدائرة أو المنشئة أمام القانون مسائلة قانونية في حالة حدوث حادث عن طريق الإهمان بسبب الإهمان فمدير الدائرة مسؤول مسؤولية تامة أمام القانون بتنفيذ متطلبات الوقائية والسلامة من ضمنها نعم يعني أول إجرائي تخذ مدير الدائرة أو مدير المنشئة هو انتخاب مجموعة من الموظفين يسمى بمصطلحنا فرق الحماية الذاتية هؤلاء المنتسبين أو الموظفين يكونون هم الدفاع المدني داخل الدائرة على مدير الدائرة أني أمن متطلبات الوقائية قصدك الدوائر الحكومية دوائر الحكومية دوائر الحكومية أما بالقطاع الخاص هذا القطاع الخاص أحنا عدنا فتخطة معينة لكشف هو كشف شنو يعني تفتيش المنشئة أو المصنع أو المعمل أو المغزن تفتيش على متطلبات الوقائية والسلامة وتثبيت المخالفات راح يتم توعيته أن هذه المخالفات خطر عليك فيأما تزيلها يا أما راح تكون أنت أمام القانون هذا الكشف الأول بعد فترة نحن كشف كشف ثاني يسميه متابع لكشف الأول إذا امتثل فهو في الخط العامل ما امتثل يحال إلى المسائلة في جلسة الفصل جلسة الفصل محكم ومصغرة داخل الدفاع المدني يرأسها السيد مدير الدفاع المدني وفق المادة عشرين من نفس القانون راح تكون نفتح ملف ملف ونناقص صاحب المشروع ليش ما تنفذ شنو اللي يمنعك